صباح الخير يعطيكم ألف عافية أنا تشرفت أني زور في خامة رئيس الجمهورية أول شي حتى هني وهني كل اللبنانيين بالحكومة الجديدة لأنه بتفتح أمل ورجاء عند اللبنانيين لأنه البلاد بدون حكومة أكيد كنا عمران كلنا منها هذا كان السبب الأساسي والهدف التانيين حكينا عن كل القضايا القضايا المعيشية والقضايا المادية وحكينا عن قصة البردات ومواسم التفاح اليوم في هالجبال كلها عم نشوفها بعيوننا وحكينا كمان عن الأمور التربوية عن المدارس عن أوضاع الأهالي عن أوضاع المعلمين كل هالأمور هاي هاللي الناس كدهن عمل بيعيشوها المحروقات البنزين الفيول المزود أكيد بدلنا هايدي الهموم هاللي رئيس الجمهورية بيعيشها ولكن نحن عنا أمل كبير أنا تعبر شخصيا أنه طالما عنا حكومة وطالما عنا أشخاص بالحكومة كلهم ممتازين ومعروفين نحن ما في خوف أنه لبنان بقدر ينطلق لقدام يرجع يعطي الحياة الجديدة وعيد الحياة الطبيعية الاقتصادية والتجارية والمالية والمعاشية والأمنية لكن بضم فيه شرط أساسي أنه السياسيين ما يطعطوا بشأن الحكومة ما يطعطوا بشأن الوزراء ما يطعطوا السياسيين بشأن العدلة ما يطعطوا الطواقف بشأن العدلة والحكومة نحن بلد فاصل بين الدين والدولة من جهة وفاصل كمان السلطات ما فينا نمشي وكل واحد مننا يتنطح بأمور ما بتعني خلي كل حالة يشتغل محله فاصل السلطات فاصل السلطات فاصل الدين عن الدولة فاصل الدين عن الدولة شو معناها؟ معناها أنه نحن كرجال دين نحن نتعاطى الأضايا المبدئية شو قلت بالإنسان حقوق الإنسان خير المجتمع خير الوطن بس ما بندخل نحن بالأمور الضيئة لا بالتعينات ولا بغير شيء مش شغلتنا هاي تقاطي مثل وش زيته السياسيين يتعاطوا شؤونهم السياسية ما قررنا علاقة بالإدارة ما قررنا علاقة بالوزارة ما قررنا علاقة بالقضاء هاللي عم بيخلينا نحن نتراجع في لبنان هاللي عم بيخلي للحكومة تمشي ولا المجلس النبي يمشي ولا العدالة تمشي ولا الأمن يمشي لأنه تدخلت في تيبي بعض نحن هيدا أمنيتنا وساعتها ايه نعمة بنحلم إنه في عنا دولة مش دول وأنه في عنا دولة مركزية نعم تفرض هيبتها تفرض أمنة وتقدر تساعد كل المواطنين تا كل الدول تحترمنا الدول العربية نحن نتملة إلها الأسرة الدولية ها نتملة إلها يحترمونا ببلد عنده سيادة عنده استقلاله عنده أمنه عنده جيشه عنده كرامته عنده مؤسساته الدستورية عنده فصل بين السلطات هالعالم عم بيقش عمل ونحن أنتو نحن كإعلاميين كمان مش لازم نحن ننشر غسيلنا قدام كل الناس في نواقس وان ما كان بس ناخد شوال أضايا الإيجابية نحك عن الإيجابيات اللي في لبنان في كتير إيجابيات عند الشعب اللبناني خدوا هالإيجابيات من بره هاللبنانيين هاللي بره هاللي بيبرعوا نحن اليوم بحيلة مرض طيب بقتل حيلة لانا بحيلة مرض أنا بهتم أني إشف من المرض كمان بعدنا نساعدونا الإعلاميين نظهر وجه لبنان الإيجابي عندنا كتير إيجابية أكتر من السلبيات أنا بدي أشكركم كيف تقرأ البيانة الوزاري بنود البيانة الوزاري هل تستطيع هذه الحكومة أن تحقق كل ما يعني ما وردته في البيانة الوزاري أنا مبدئيا مش مطلوب مني وافق أو ما وافق البيانة الوزاري حمل العنوين هاللي هو خطة عمله نحنا بنعطي السئة الكاملة نحن نحن ما يختص فينا نعطي السئة الكاملة للسلطة المسؤولة هي صار شغلة المهم أنه بعد برجع بقول نحنا ما يعنينا أنه كل شائكون لخدمة الوطن كل الوطن كل اللبنانيين الإنسان اللبناني كرامة الإنسان حقوق الإنسان وعيش هذا الوطن بكرامة وبيستقلالة وبسيادة وبحرية القرار هذا بيعنينا نحن وهذا مدافع عنه على طول إذا بتسمعونا هذا منحكي باستمرار هناك محاولة لإلغاء حق المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة ألا يؤثر ذلك على علاقة اللبنان المقيم ولبنان المغترب؟ دول كثيرة كمان في دول كثير بي المواطنين فيها بيشاركوا بالانتخابات محل مهن وهم باكد مرة صارت بلبنان عملوا الانتخابات هلا بيبقى للمجلس النيابي ينظم هالقنون كيف شعبنا المنتشر بهالعالم يقدر يمارس حقوقه خاصة معه الجنسية اللبنانية منقل له خر الجنسية اللبنانية وحافظ على وطنيته على لبنانيتك وا 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 بس ما قلو حق يشارك بالانتخابات بعد يطلع قنون يسمح له للبنان المهاجر يقدر يشارك بالانتخابات هلأ بيكونوا النواب من برا أو بيكونوا من جوا هيدا صار كيف بيطلع القنون أنا أنا في قلكم شو بسمع أنا سمعت كتير من المهاجرين إنو نحنا منابقى نعرف بعضنا إذا حاطنانا بنا ننتخب ستة من كل العالم كيف مناعرف بعضنا لاش نحنا منابقى ننتخب من لبنان ومنعرفهم في لبنان ومنعرف من إن الشخصيات بس ما ما معرف بعضنا هذا بيقولوا هنه هلأ شي بتقرر مجلس النيابي فالياكم قلت البطريارك يعني انتقدت بموضوع بغيزة الأحد وما تحدثت عنه عن موضوع الصهاريج التي أتت إلى لبنان انتقدت كثيرا بوسائل التواصل الاجتماعي وحتى كان هناك ردود ماذا تقول حول هذا الموضوع؟ نحن معودين على الصبح والغفران بس هذا ما بيغير شي بقناعاتي أنا حكيت حكيت عن السيادة اللبنانية وأنا قلت هذا مش مسموح أنه ما بقعد شي حدود بانا وبان دولتين اللي هي سورية ومش مسموح يفوتوا صهاريج مزود تحت سلطة أمنية جيش سوري وحزب الله هذا أنا سميتها انتقاص للسيادة اللبنانية للكرامة اللبنانية ومعنى أنه ما فيه أي اعتبار للبنان هيدا مش مقبول أنا ما فيه يقبله قال أشي بقول بالسوشيال ميديا أو ما بيقولوا أنا هيدا ما بيغير شي بقناعاتي أنا لبناني مؤمن أنه اللبنان عنده سيادة واستقلال وكرامة لازم يحترم هيدا بطالفه باستمرار مهما قيل ومهما كتب